بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم 8 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة سير واقتصاد لأنها مسألة رائعة وشاملة حيث قال نعتبر دل F المعرف على R كما يلي F لX1 على أسية X زائد أسية ناقص X وCF منحناها البياني في معلم متعامد حيث طاولة A يسعوني 1 سنتيمتر وطاولة G تسعوني 4 سنتيمتر قال واحد أدرس شفعية الدل F ثم فسر ذلك هندسيا ثانيا قال بيّن أن من أجل كل عدد حقيقي موجب X أن أسية X أكبر أو يسعوني أسية ناقص X ثالثا قال أدرس اتجاه تغير الدل F على المجال من الصفر إلى زائد من النهاية ثم استنتج جدول تغيرتها على R ثم قال رابعا نعتبر الدلتين G و H المعرفتان على من الصفر إلى زائد من النهاية B G لX سعوني 1 على أسية X وH لX سعوني 1 على 2 في أسية X قال في الشكل مثلنا المنحنايين C G و C H ها هو C G وها هو C H قال للدلتين G و H على الترتيب في معلم متعمل O E G هذا المعلم قال أليف بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب X أن F لX أكبر أو يسعوني H لX وأصغر أو يسعوني G لX قال ماذا تستنتج بالنسبة إلى وضعية C F بالنسبة إلى المنحنايين C G و C H خامسا قال أنقل الشكل السابق ورسم C F محدد المماسه عند النقطة ذات الفاصلة صفرة إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصلة إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول حيث قال أدرس شفعية الدالة F إذن نكتب هنا دراسة شفعية الدالة التي اسمها F نقول هكذا ما معنى الشفعية معنى هل هي زوجية أم فردية نقول بما أن ماذا X ينتمي إلى مجموعة تعريف R وماذا وناقس X كذلك ينتمي إلى R والأمر الآخر و F نقول و F لناقس X يساوينا ماذا لاحظوا جيدا يساوينا واحد على الصية ناقس X ما معنى؟ معنى في كل X هنا من هذه العبارة عوضوا بناقس X تصبح لنا زائد أسية ناقس ناقس X تساوينا واحد على أسية ناقس X زائد أسية X لأن هنا الناقس في الناقس يعطي لنا زائد وهذا يساوينا F لX لماذا؟ انظروا واحد على أسية ناقس X زائد أسية X لأن هنا الجمعة عملية تبديلية إذن فماذا وجدنا؟ وجدنا أن F لناقس X يساوينا F لX هذه الخاصية لمن؟ هل هي للزوجية أم الفرضية؟ هي للزوجية نقول ومنه الدالة F كيف هي؟ زوجية بما أن زوجية الفرضية ما هي؟ أن X ينتمي إلى DF ونقص X ينتمي إلى DF وF لنقص X يساوي ناقص F لX هذه الدالة الفرضية أما الدالة الزوجية F لنقص X يساوي F لX قال ثم فسر ذلك هندسي يعني ماذا يمكن أن نقول على منحنة CF؟ نقول التفسير الهندسي إذن نكتب هنا التفسير الهندسي أو البياني لهذا الأمر نقول منحنة الدالة F أي ماذا؟ أي CF يكون متناظر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى محور التراتيب الذي هو Y فتحة حتى نتعلم هذا الشيء ما معنى؟ معنى إذا كانت هكذا مثلا هذا الجزء يأتينا مثلا هكذا فالجزء الآخر يأتينا هكذا التناظر بالنسبة إلى هذا حتى نفهم الفكرة جيدا أو يكون مثلا هذا هكذا فالآخر يكون هكذا دائما محور هذا X Y Y فتحة هو الذي يكون محور تناظر هذا المنحنة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وبما أن قلت الدالة زوجية فيمكن دراستها على النسفة المجال يعني يمكن دراستها من الصفر إلى الزائد معنى نهاية فقط ثم الجزء الآخر نناظره تابعوا جيدا أبنائي الآن بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الآخر قال ثانيا يمبين أن من أجل كل عدد حقيقي موجب X أنه أسية X أكبر أسية نقص X إذن نكتب هنا البرهان أو التبيان أنه من أجل ماذا من أجل X ينتمي إلى R ماذا إلى R زائد إذا قلنا إلى R زائد فإن ماذا فإن أسية X تكون أكبر أو تسوينا أسية الناقص ماذا الناقص X تابعوا جيدا هنا أولا نقول لدينا من المعطيات أنه X ماذا إنه X موجب من قال هذا ها هي X موجب لم يقل تماما موجب أي ماذا أي تخيلوا أعطيكم مثال باسيط إذا قلنا 2 موجب هل تصبح لنا 2 أكبر من ناقص 2 نعم لأن هذا هذه موجب والموجب دائما أكبر من السلب أي أنه X يصبح أكبر أو يصبح ناقص X هذه قاعدة متى يتحق هذا الأمر إذا كان X موجب أما إذا كان X عدد حقيقي فيه الموجب السلب فلا ينطبق هذا الكلام بما أن X موجب فإن X يصبح أكبر من ناقص X هذا لا جدل وأعطيتكم مثال بالإثنان الآن ندخل الأسية نقول ومنه ماذا ينتج ومنه يصبح أسية X أكبر أو يصبح أسية ناقص X لأن الدالة ما نسميها الدالة إكس بو وهي الدالة الأسية متزايدة تماما على المجال ماذا؟ على المجال الذي هو من الصفر إلى زائد معنى وهي في الأصل متزايدة على لكن يكفينا لأنه نقال ناقش حسب إكس بو موجب إذا قلت لأن الدالة إكس بو التي هي الأسية أو يمكن أن نكتب هنا الأسية حتى تفهم جيدا ما نسميها الإكس بو وهي هذه الأسية X هذه الدالة متزايدة على فهي متزايدة على المجال فتصبح إذا أدخلت من هنا الأسية ومن هنا الأسية فلا يحدث شيء من جعل هذا الدالة كيف هي متزايدة فقط أبناء إذن بعدما أنهينا مع هذا السؤال وتذكروا أنه قلنا أسية X أكبر من أسية ناقص X هذا يعني ماذا؟ أي يمكن أن نقول أي أنه إذا نقلنا هذا الجزء إلى هنا تصبحنا أسية X ناقص أسية ناقص X تكون قيمة مجابة تذكروا هذا لأنه سوف ينفعونا في الأسئلة القادمة بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى ثالثا قال أدرس اتجاه تغير الدالة لكن على مجال الجزء اللي هو من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغيرات أو اتجاه تغير الدالة من هي؟ الدالة لكن على المجال النصف المجال اللي هو من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية ثم ستنتج دول تغيرات على R نقول أولا بما أنه الدالة كيف هي؟ F قابلة للاشتقاق على R فهي قابلة للاشتقاق على مجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية يعني الجزء هذا اللي ندرسه وماذا هو؟ تصبحنا F فتح لX تساوي عندنا إذا كانت قاعدة U على V مشتقها ماذا يسوي؟ مشتق البسطي في المقام عفوا قلت مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع هذه قاعدة احفظوها أرجوكم تصبح لنا هنا نضع هكذا وننطلق مشتق البسطي اللي هو مشتق الواحد هو الصفر في المقام اللي هو أسية X زائد أسية ناقص X ناقص مشتق المقام مشتق المقام مشتق الأسية هو نفسه ومشتق أسية ناقص هو ناقص أسية ناقص X ولا ناس الأقواص في البسط على المقام مربع الذي هو أسية X زائد أسية ناقص X لكن الكل مربع أكيد هذا الجزء بما أنه ضرب في الصفرة نضروب يذهب إلى الصفرة ماذا ينتج يصبح لنا يساوي تصبح لنا هنا نتابع تصبح لنا ناقص نترك تلك الناقص خارجا تصبح لنا أسية X على المقام مربع وهو أسية X زائد أسية ناقص X هكذا لكن يكون مربع نقول لكن لدينا لكن لدينا أن ماذا أن أسية X ناقص أسية ناقص X قيمة مجابع أين هذا الكلام؟ ها هو أمكم لاحظتم؟ إذا قلتكم تذكروا من نكتب من الجواب السابق من هذا الجواب السابق أي ماذا؟ أي هذه القيمة كيف تصبح لكم؟ هذه القيمة يعني قيمة مجابع يعني هذه تصبح لنا إشارة زائد وتضرب لنا في الناقص ها هو ناقص فماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص إلى زائد مال النهاية أي الدالة F كيف هي متناقصة تماما على المجال الذي أعطي لنا اللي هو من الصفر إلى زائد مال النهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم قال ثم استنتج جدول تغيراتها على R يعني جدول تغيرات الدل F إذن نكتب هنا استنتاج جدول تغيرات F أكيد الدل F على ماذا؟ على R أولا نصبح لنا مجموعة التعريف من ناقص مال النهاية أكيد إلى زائد مال النهاية وF فتحة لX أولا قلنا نحن من الصفر إلى زائد مال النهاية كيف تكون؟ تكون متنقصة من قال هذا الكلام؟ ها هي متنقصة على هذا المجال لكن أقول وبما أنه الدل F كيف هي؟ زوجية فإن جدول تغيراتها متناظر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى صفر كيف؟ انظروا إذا كانت من هذا المجال متنقصة ففي المجال الأخرى تكون متزايدة مثلها كمثل الدالة مربع الدالة مربع موضوع هكذا هكذا وهكذا هذا مثل لX مربع إذا كان من هنا متزايد ففي الجهة الأخرى كيف يكون؟ لا يمكن أن يكون متزايد إنما متناقص أرجو قد فهمتم هذه خاصية الدالة الزوجية لأن الصفر هو المركز إذا كان هذا ناقص فالجهة الأخرى تكون زائد إذا نكتب هنا F لX متزايد معناه هكذا ومتناقص معناه هكذا علينا الآن أن نقوم بحساب النهايات لأن جدول يقول أستاذ لكن لم يطلب هذا لي وكيف نملأ جدول التغيرات ننطلق أولا نقوم بحساب F لمن فهمتم الفكرة ثم الآن نحسب النهاية عند الزائد ما لا نهاية وعند النقص ما يتبقى هي لأن التناظر يكون بالنسبة إلى محور الفواصل ليس إلى محور الترتيب هذه خاصية الدالة قلت ماذا الدالة الزوجية نقوم بحساب limit F لX لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية تصبح لن تساوينا limit واحد على أسية ناقص أعفوا أسية نرتب أسية X زائد أسية ناقص X لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية أكيد هذا إذن هنا عندنا نقلنا ناقص سوف نقوم بالكتابة أوضح إذن هنا عندنا ناقص X أكيد هذه تذهب لكم أصبح لنا أسية ناقص ما لا هي صفر وصبح هنا 1 على المال النهاية إنها كم لأن أسية ناقص X لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه صفر ولمت ركز جيدا أسية X لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية فصبح هنا هذه 1 على المال النهاية إنها كم إنها الصفر نقول إذن نضع هنا صفر نقول ومنه limit كذلك limit F لX لما X يقول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي السفر لأن F زوجية يعني الصور تبقى كيف هي هي من الذي يحدث التناظر يكون بالنسبة إلى محور الفواصل هذه خاصية دل الزوجي إحذاره فتصبح لنا في الجهة الأخرى كذلك سفر إذا كان من هنا خمسة فيكون من هنا خمسة أما هنا إذا كان عندنا ناقص زائد 2 فاعلموا أن من هنا تكون ناقص 2 لأن التناظر بالنسبة إلى الصفر ها هو متناظر بالنسبة إلى الصفر ليس O هكذا حتى تفهموا جيدا بعدما أنهينا مع هذا الشيء نأتي الآن إلى الجزء الرابع قال رابعا نعتبر دلتين G و X معرفتين على المجال من الصفر إلى زائد ما نهي ب G ل X سوى 1 على أسية X و X ل X سوى 1 على أثنان في أسية X قال في الشكل الذي ذكرناه سالفا مثلنا المنحنين C G و C H للدلتين G و X على الترتيب في معلم متعامل لم يكن متجنس لأن وحدة على محور الفواصل لا تساوي الشيء على الوحدة على محور الترتيب فيما يخص الطاولة قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب X أولا X يكون موجب أن F ل X تكون محصورة بين H ل X و G ل X إذا نكتب هنا البرهان أنه إذا كان ماذا إذا كان X ينتمي إلى R زائد فإن ماذا فإن F ل X محصورة ما بين G ل X ماذا والأش لمن والأش ل X نركز وانتبهوا أرجوكم نقول يكفي أن نبرهن أن نبرهن أن ماذا لاحظوا جيدا ما رأيكم أن نبرهن هذا الجسل لوحده وهذا الجسل لوحده ثم نقول من واحد واثنان فإن فقط أن نبرهن أنه F ل X عقل أو يسوينا G ل X و وكلمة وهو التقاطع و A ل X أقل أو يسوينا F ل X معناه هذه F أصغر من G وأكبر من X مع X كيف هو مجب لاحظوا جيدا نقول ألف نبرهن أو نبرهن أن ماذا أن F ل X ننقل هذا إلى هنا نقوله ناقص G ل X يكون أقل أو يسوينا الصفر تعالوا ننطلق فأصبحنا F ل X ناقص G ل X يسوي F ل X هي واحد على أسية X زائد أسية ناقص X ناقص ماذا ناقص G ل X وهي واحد على أسية X أكيد سوف نفكر في توحيد المقام المقام معناه هذا يضرب هنا وهذا الجزء يضرب هنا حتى نفهم جيدا فأصبحنا أسية X في واحد ناقص ماذا أسية X زائد أسية ناقص X على أسية X في أسية X زائد أسية ناقص X يعني ضرب هذا في هذا وضرب عملية تبديلية فقط تصبحنا تساوي لنا ماذا تساوي لنا ماذا تساوي لنا أسية X ناقص أسية X عفوا قلت أسية X ثم ناقص أسية ناقص X أسية ناقص X عفوا أسية ناقص X على أسية X في أسية X زائد أسية ناقص X هكذا فماذا يحدث أولا هذا وهذا قد ذهب لما ذهب هذا ماذا تركه لنا تركزوا جيدا تركه لنا ناقص أسية ناقص X على أسية X في أسية X زائد أسية ناقص X لكن ماذا نملك؟ لكن أن ناقص أسية ناقص X هذه التي في البسط إنها قيمة سالبة تماما نقول ومنه F لX ناقص G لX أصبحت قيمة كيف هي سالبة حتى تفهموا جيدا إذن هذا مقبول ننقل هذا إلى هنا فماذا يصبح؟ تصبحنا F لX أقل أو يساوينا G لX هذه نسميها واحد دقيقوا أرجوكم بعدما أنهينا مع الفرع هذا نأتي الآن إلى الفرع الآخر دقيقوا ماذا يقول الفرع الآخر إذن نأتي إلى الفرع الآخر كذلك نبرهنه إذا سميت ذلك واحد نأتي الآن إلى الثاني إذن تصبح لنا هكذا نقول با ونبرهن أن هذا لو ننقله الآن إلى هذا الطرف أو العكس ننقل هذا إلى هذا الطرف ونبرهن أن F لX ناقص H لX تكون قيمة مجابة لماذا؟ لأن هذا إذا نقل هنا كيف تقرأ؟ تقرأنا F لX ناقص H لX تترك لنا هنا صفر يجب أن تكون قيمة مجابة ننطلق تصبح لنا هكذا تصبح لنا F لX ناقص H لX تساوينا ماذا؟ واحد على أسية X زائد أسية ناقص X ناقص واحد على أثنان في أسية X تصبح لنا تساوينا واحد المقام الصفر المقام مشترك أكيد هو إثنان في أسية X في أسية X زائد أسية ناقص X أما البسط صبح لنا هذا يسعد إلى هنا وهذا يسعد إلى هنا صبح لنا إثنان في أسية X ناقص أسية X région ناقص أسية ناقص X لاحظوا ونتبهوا تصبح لنا تساوينا نجمع الآن هذا وهذا صبح لنا أسية X ناقص أسية ناقص X قلت ناقص X لاحظوا جيدا قلت أسية ناقص X على 2 في أسية X في أسية X زائد أسية الناقص X وهذه ماذا تساوي دقيقوا لكن ماذا نملك نلاحظ جيدا إذن قلت هنا هكذا تابعوا إذن ماذا قلت ولكن نملك شيء لكن لدينا أن أسية X ناقص أسية ناقص X هذه قيمة مجابة الآن فهذا ماذا يحدث نقول ومنه يعني هذه صبح لنا قيمة مجابة ومنه AF لX ناقص H لX قيمة مجابة نعود بهذا إلى هنا صبح لنا AF لX أكبر أو يسوينا H لX إذن هذه إثنان ماذا يا أبناء لاحظوا فأصبحت هذه محققة وهذه محققة فهذا ماذا نقول نقول من واحد واثنان حتى نفهم جيدا إذن هذه يمكن كتابته هي نفسها F لX أكبر أو يسوينا H لX هذه كيف تقرأ إما F لX أصغر أو F لX أكبر نقول من من واحد واثنان نجد أن ماذا إذن أين هو الواحد ها هو الواحد وها هي الاثنان إذا قلنا من واحد واثنان نجد أن F لX أقل أو يسوينا G لX وأكبر أو يسوينا R لX من أجل X ينتمي إلى R زائد فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء سؤال آخر استنتاجي قال ب ماذا تستنتج بالنسبة إلى وضعية C F بالنسبة إلى ماذا C G و C R يعني ها هو C G وها هو C R إذن نقول استنتاج وضعية ماذا وضعية C F بالنسبة بالنسبة إلى ماذا إلى C G وماذا و C H إذن هنا قلنا C G ضحظوا جيدا نقول بما أن F لX قلنا محصور ما بين G لX و H لX نقول فإن ماذا فإن F لX أقل من G لX أي ماذا أي C F يقع أسفل C G على المجال ماذا من الصفر إلى غاية الزائد مال نهاية قال X وماذا وركزوا جيدا و F لX أكبر أو يستطيع ماذا X لX أي ماذا أي C F يقع ماذا يقع فوق C X على المجال ماذا المجال من الصفر إلى الزائد مال نهاية حتى تفهم الفكرة يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا سوف نتطرق الآن إلى عملية الرسمة بعدما أنهينا نأتي الآن وقلنا إلى الرسمة قال خامسا أنقل الشكل السابق ها هو الشكل السابق وارسم C F محددا ما ماسه عند النقطة ذات الفاصلة سفر ها هي سفر يعني نرسمه كشيء يعني لا دعي لي حساب معادلته إذن نأتي أولا لدينا ماذا لدينا أنه limit F لX لما الX قال إلى الزائد والناقس مالنهاية وجدناه صفر أي ماذا أي يساوي صفر مستقيم مقارب كيف هو أفقي بجوار الناقس والزائد مالنهاية هذا أمر يعني هذا يصبح لنا مستقيم مقارب ها هو يساوي سفر هذا قلت يساوي سفر مستقيم مقارب أفقي ثم عندنا القيمة الحدية ها هي كم سفر مع ماذا قلنا سفر مع النصف سفر مع النصف نأتي نأتي الآن إلى عملية الرسم وبطريقة جد جد بسيطة لاحظوا ها هي أمامكم هنا كقيمة حدية أكيد يصبح لنا ها كذا الرسم ها كذا ثم من هذه الجاية ها كذا انظروا أفوا يعني في جهة نقلنا انظروا ها كذا واذهب بينهما في الوسط ها هو الرسم ها هو ونسميه ماذا سي آف قال محددا ماذا الممس الممس ها هو كيف يأتينا ها هو الممس هذا هو نكتب يمكن أن نكتب هنا الممس الممس عفوا نكتبه بخط أوضح الممس يكون أفقي نقول و الممس يكون موازي لمحور لمحور الفواصل الفواصل معادلته يسعى صفة فاصل خمسة لأن ماذا لأن الدالة تقبل ماذا قيمة حدية عند الصفر أو عند النقطة في الأصل عند النقطة ماذا ذات الفاصلة كم عفوا إذن الفاصلة التي هي صفرة نكتبها هنا بخط عند الصفر ويصبح لنا ها هو الممس أفقي يعني هنا يأتينا ممس أفقيا ودرسنا الوضعية ماذا قلنا عليها انظروا قلنا سي آف يقع أسفل سي ها هو السي انظروا ها هو يقع أسفل وقلنا أن سي آف يقع فوق سي آش ها هو يقع فوق انظروا بأم يعني كيف يكون الرسم دقيق جدا فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وأبناتي العزاء أتمنى قد استفدت من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته